اليوم تعاد الاهلي ايجابيا مع السيراميكا كليوباترا التعادل الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانتصارات مع مارسل كولر بدأت النتائج تتراجع نسبيا نسبيا الحكاية حكاية جودة لعبين وده كتير قوي قلته ده يخص الاهلي والزمالك والاسماعيلي والبيراميز وفيوتشر واي نادي في مصر اي نادي في مصر في لعيبة كويسة في مصر في لعيبة كويسة بالترتيب الحاجات يعني ممكن نقول مقبولة لعيبة مقبولة بس بصراحة مش جيدة ولا طبعا امتياز هي مقبولة المقبول ده ما بيحل لكش حاجات كتيرة اوش احنا عايشين وسط لعيبة مقبولة في نضرة واضحة جدا في المواهب واضحة وهديك الدليل النهاردة مارسل كولر انتقد بشكل غير مباشر مهاجمي وقال لك انا جربت كل المهاجمين وما فيش حد بيخلص يعني ما فيش حد بيسجل اعمل ايه انا جربت شدي حسين جربت محمد شريف جربت حسام حسن لعيبت برستو وتصاب لعيبت حتى برونو سافي ومهاجئ يعني ما عنديش خلاص اعمل ايه انا شغلانتي اوصل اللاعبين للمرمى النهاردة الاهلي فعلا كان عنده عشر كرات على المرمى عشر كرات على المرمى بين الثلاث خشبات واللعيبها ما بتسجلش وهدف الاهلي اللي جاء النهاردة كان من ضربة جزاء كمان فهو الراجل خلاص يعني مش عارف يقول ايه مش عارف يعمل ايه الدليل اللي كنت اقول لك عليه منت شوية النادي الاهلي بيعتراف مارسل كولر بيعنيك يعني مش لازم اعتراف مارسل كولر لموديل فني بس بيعنيك لعنده مشكلة في المهاجم واضحة جدا نادي الزمالك المهاجم اللي افضل عنده هو سيف الجزيرة تونسي نادي بيرامد مثلا يعني المهاجم الاساسي بتاعه فخر لقايا وعد بقى كل الفرق لو لقيت حتى مهاجم كويس غالبا مش هتلاقيه مهاجم مصر يعني النهاردة سيرميك كولو باتر المهاجم الكويس اللي عندهم جون إيبوك لما انت قصلا بتجي تفكر من المهاجم المصري دلوقتي اللي يلعب لمنتقى مصر هتول مستوى محمد ومش هتعرف تحط مين بعديه مع كامل الاحترام للجميع مع كامل الاحترام للجميع ففي مشكلة في مركز مهم جدا للأنديا في مصر وللمنتخب أولا وأخيرا مشكلة أزمة طيب الحل إيه؟ أنا من كتر ما أنا قلت الحل دوت بقيت حسن أنا بكرر وبقيت زيقان بس الحل لازم نجيب محترفين أجانب كتير في مصر بكواليتي عالي عالي مش محترفين كتير وخلاص نجيب محترفين أجانب في مصر بكواليتي عالي هيفرقوا مع قوة المسابقة هيفيدوا الأندية والأهم بالنسبة لي أن هم هيفيدوا اللعب المصري معه سين عمش هزيز كرأسمي يعني سين لما يشوف مستوى صاد اللي تحتوي فسين كده كده هينزله هيبقى شبهه لكن سين ده لما يشوف المحترف الأجنبي الجامد اللي هو كده هيحاول يوصل لهنا وديتكم مثل أول مبارح بمبارات النصر السعودي والهلال السعودي دربي الكرة السعودية فيه محترفين أجانب رائعين في الملعب رائعين التمن إيه إن اللاعبين السعوديين اللي بيلعبوا جنبهم مستوهم عالي جدا جدا